موسيقى في كل سنة جوجل يعني تكشف عن الأشياء الجديدة والتقنيات التي توصلت إليها في هذا المؤتمر والأشياء الجديدة هذه الساعات والكاردبود وما إلى الأخير ما يهمني في هذا الموضوع هو الأندرويد جوجل تقوم بترتيب نسخ أندرويد أبجدياً وتسمي هذه النسخ بإسماء الحلويات كانت آخر نسختين مثلاً كيتكات ثم وصلنا إلى لوليبوب والنسخة التي ما زالت موجودة الآن والآن النسخة التجربية اللي هي باسم أندرويد M فالترتيب أبجدي والأسماء حلويات هذا كان مؤتمر جوجل طبعاً موجود في القناة فيديو رفعته قبل ساعات عن هذا المؤتمر أهم ما جاء في أندرويد M هذه الستة الأشياء أذونات التطبيقات والتنقل بين أو داخل التطبيقات أسلس وأذكى من السابق والنظام يدعم الشراء بواسطة NFC ويدعم البصمة للكل وتوفير الطاقة من خلال تقليل المزامنة وجلب البيانات أثناء إقلاق الشاشة طبعاً أشياء كثيرة في هذا التطبيق الصور والفيديو الآن على النت مساحة لا محدودة الخرط بيمكنك تحميلها بدون نت الوس بي سي اليوتيوب أيضاً بيمكنك التحميل منه في الدولة الفقيرة فقط بيمكنك التحميل لمدة معينة الظهر 48 ساعة يعني ما رجعك على تيوب ميت والبرامج الأخر الأذونات أول أو أهم ميزة رأيته في هذا التحديث هي هذه الميزة أذونات التطبيقات forgah طبعاً لكل تطبيق أذونات خاصة فيه ليست كل التطبيقات تظهر بكل هذه الأذونات مثلاً هذا التطبيق وهناك تطبيقات ليس لها ذونات أو ليس لها صلاحيات مثلا تمنع الواتساب من الوصول الكاميرا الفيسبوك من الوصول الاسماء وهكذا هذا شي جميل جدا من الأشياء الجميلة التي أتت بها جوجل كانت موجودة في 4.3 لكن لم تكن مفاعلة بشكل كامل وكان بإمكانك أيضا تفعيلها ببرامج بدون روت ومشروح في فيديو بالقناة باسم تعطيل صلاحيات أي تطبيق أندرويد هذه من الأشياء الجميلة أيضا مثلا الهاتف تشاهد كل التطبيقات التي تستخدم الهاتف الكاميرا تشاهد أيضا كل التطبيقات التي تستخدم الكاميرا وبإمكانك تعطيل صلاحياتها هذا من الأشياء الجميلة جدا في أذونات التطبيقات أو صلاحيات التطبيقات هذه عندنا الذاكرة بإمكانك مشاهدة يعني الحجم المستخدم الذاكرة كأي نسخة أندرويد أيضا من الأشياء الجميلة في لاندرويد لوليبوب إدارة النظام عندما نذهب إلى متقدمة طبعا تكلمنا على الأذونات هذه إذا كانت الشاشة مطفية عشان توفير الطاقة بإمكانك استثناء تطبيقات مثلا بإمكانك اختيار الواتساب إذا تم إقلاق الشاشة لا أريد تحسين البطارية يعني لا أريد أريد أن تصلني الرسائل من هذا التطبيق بمعنى آخر أريد أن تصلني الرسائل الواتساب وما إلى آخر لا أريد أن أقوم بتوفير البطارية على حساب الواتساب مثلا في خيارات مطور برامج أيضا لدينا شيء جميل وجديد أدى به هذا النظام أو هذا التحديث أندرويد M وهو الثيم لدينا ثلاث ثيمات يعني مات فلسفة جوجل دون المختصر فاتح أو داكن أو تلقائي طبعا كان على الداكن والآن على الأبيض الصور مثل ما ذكرت أنه أصبح الآن الصور طبعا هذا نزل له تحديث أمس تطبيق الصور حتى لو عندك لوليبوب أو لو عندك آيفون نزلت تحديث أمس على الآيفون وعلى الأندرويد وراجع حسابي في تويتر نزلت أو قررت عن هذا التحديث اليوتيوب بإمكانك التحميل منه في بعض الدول الفقيرة الهند وندونوسيا ما إلى آخر لكن لمدة في مثل مثل السعودية لمدة معينة 48 ساعة تقريبا فلاقنا عن تيوب ميت وما إلى آخر مثل البرامج الشبيهة فيه الدفع عن طريق الـ NFC الآن يدعم كل التطبيقات أو آسف كل يعني كل الأجهزة تقريبا التي تدعم الـ NFC سيدعم وليس يدعم لأن النسخة مازالة تجري بيه أيضا من الأشياء التي أتى بها النظام هي البصمة للكل الآن بإمكانك كل البرامج الموجودة البصمة الـ ABI الخاصة بالبصمة مفتوحة للمطورين بإمكان المطورين أي برنامج بإمكانك تستخدم فيه البصمة للأمان وليس الشراء فقط الأمان أيضا الأجهزة Smart Look اللي هو كان موجود طبعا في لوليبوب تم تحسين بعض المميزات الخاصة فيه وهذه طبعا فكرة عن هذا التطبيق ومثلا إذا وصلت البيت ما يطلبك كلمة سر إذا كنت لابس ساعة ذكية الجوال ما يطلبك كلمة سر وهكذا إذا وصلت إلى ويفاي العمل ما يطلبك كلمة سر تحدد أماكن معينة أو شبكات معينة إذا وصلت لهذا المكان لا يطلبك كلمة سر طبعا الميزة معروفة باسم Smart Look أو القفل الذكي ولاحظوا لما كان موثوق فيها تم تحسين أو إضافة بعض التحسينات على هذه الميزة طبعا الأندرويد أيضا أو النظام هذا يدعم الأندرويد USB-C اللي هي تم الكشف عنها في نهاية هذه السنة طبعا هذا مشرفيه الأجهزة وهذا الوكلاء المشرفون من زمان يعني موجود المشرف لكن الوكلاء من الأشياء الجديدة في هذه التحديث على ما أظن ولست متأكد قيارات مطور البرنامج أيضا أضافوا إليها بعض التعديلات وبعض الأشياء اللي تحتاج إلى تخصيص وقت من الأشياء الجميلة في هذا التحديث أنه أحتفظ بشكل أندرويد لوليبوب خاصة أن اللوليبوب يعني ما أخذ وقت كافي يعني سوى نزل قبل 11 شهر نزلت نسخة المطورين يعني النسخة الرئيسية ممكن ما زلت في ستة شهر ممكن أو سبعة شهر وبعض الأجهزة لسه ما وصلتهم فش كويس من جوجل أنه عشان ما يتشدت المستخدم نفس التصميم على الأقل ويعني ما هو التقيير الجذري مثل جيلي بين كيتكات أو كيتكات لوليبوب فإن كان تحديث رئيسي بحرف جديد لنما يعتبر تحديث فرعي بتغييرات بسيطة من الأشياء الجميلة الآن في البحث مثلا بإمكانك النسخ هذه طبعا الميزة كانت موجودة في أندرويد المعدل من LG وسامسونج ولاحظ هذا المربع معاك أينما كنت سهولة في النسخ وشي جميل أيضا جميل جدا أن نرى كل هذه الميزات في أندرويد الخام هذه التطبيقات الأكثر استخداما بمجرد الضغط على جوجل ناو ستأتيك هذه التطبيقات أيضا جوجل بلاي ميوزيك أول كان يعني المسار أو المقطع التالي فقط لم يكن موجود السابق الآن تم وضع هذا الخيال وأيضا تم وضع اختصار جوجل ناو في شاشة القفل من المميزات الجديدة أيضا نذهب إلى جوجل خانة جوجل الآن أصبح بها الإعلانات والبيانات الخاصة بجوجل فيت مثلا بساعتك الذكية أو بالأجهزة القابلة للارتداء الأخرى هذه الصفحة خاصة ببيانات جوجل أو بسجل الحساب وبكل شيء بإمكانك من هنا منع الإعلانات أو تقييير الإعلانات وإمكنك أيضا مشاهدة السجل الحساب وأيضا منع مثلا لا أريد أحد أن يشاهد سجل اليوتيوب بإمكانك من اليوتيوب مثلا وبإمكانك من هنا أيضا سجل مشاهدة اليوتيوب بإدارة السجل هذه أشياء جميلة فغوغل قامت بتحسين لوليبوب خاصة أن اللوليبوب والمتيريال ديزاين أو التصميم المسطح يعني من أفضل التحديثات التي قامت بها غوغل فشي جميل أن يبغى أن يظلوا على هذا التصميم بتعديلات بسيطة هذه البرامج طبعا الموجودة على غوغل كروم وهذا أيضا من الأشياء الجميلة إذا كانت لديك برامج على غوغل كروم بإمكانك مزامنتها من هنا هذه مجرد نظرة أولى على التقبير بالضبط مثل النظرة الأولى على أندرويد لوليبوب قبل 11 شهر من الآن وموجودة على القناة بإذن الله عندما يتم إصدار نسخة رسمية كاملة سنعمل لها مراجعة مفصلة بإذن الله لأن النسخة هذه ما زالت نسخة تجريبية وموجهة للمطورين وإن كنت تريد أن أشرح كيف تقوم بتثبيت هذه النسخة أرجو أن تضع تعليق في الأسفل وشكراً أتمنى تكونوا استفدتم أعطيكم العافية أخوكم المثنى أبدأت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته